ورئيس البرلمان العربي الحوثي جماعة إرهابية مشروع قانون جديد أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت مشروع القرار الجديد ينص على اعتبار ميليشيا الحوثي وكل من ينتمي إليها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية جماعة إرهابية مع ضرورة التحفظ على كل أموالها التي تستخدمها في شن حروبها على اليمنين اعتبار كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الميليشيات الحوثية الإرهابية في كافة مؤسسات الدولة في كافة المناطق الواقعة تحت صيدرتها في حكم العدم ويجرم المجلس جميع الأعمال التي قام بها الإنقلابيون باعتبار الميليشيات الحوثية حصابة إرهابية مسلعة مغتصبة للسلطة ولا تتمتع بأي مشروعية يأتي هذا القرار بعد نحو خمس سنوات منقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وارتكابها أعمالا إرهابية مجرمة وفقا للدستور وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت الأمم المتحدة عبر مندوبها في مجلس الأمن بضرورة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية بحسب مراقبين فإن الحكومة تأخرت كثيرا في مطالبتها تصنيف الحوثي جماعة إرهابية لكن الأهم هو استثمار الحكومة لذلك في معركتها ضد الإنقلاب يفتح مشروع القرار الجديد حول تصنيف الميليشيا جماعة إرهابية العديد من التساؤلات حيال استمرار الحكومة في المشاورات التي تعقدها الأمم المتحدة والتي لا تضع الميليشيا كطرف موازن للحكومة فحاسب بل وتتغاضى عن انتهاكاتها للمعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها مع الحكومة وآخرها اتفاق السويد الذي يقضي بانسحاب الميليشيا من الحديدة وهو أمر دفع البرلمان لمطالبة الحكومة بعدم جراء أي مشاورات مع الميليشيا مستقبلا